قرية السوايفة بمنطقة العجائجة ببلدية جبالة بولاية تلمسان احدى المناطق التي لا زال سكانها ينتظرون نصيبهم من التنمية واجاد حل للعديد من المشاكل على غرار الكهرباء قديرها في الطريق ما كانش قناوة الصرف الصحي ما كانش غالي دير حفرة بحي الدار الدو ما كانش القليل عنده البوتون عنده دار ودخلوا له بساحة لي مهندوش مهندوش جايب مع نجارة ميتين متر ولو ميتين وخمسين متر انا واحد منهم جايب مية وخمسين ميتر مع نجاري قلوة لنا اخس بلو دي خسناء اخسكم بوست ولمو تدراهم وبنيوه أبنيناه ولمينا دراهم أبنيناه وراه واجدا وقالوا ليها حاجة خفيفة بساحة مكاش حاجة اللي مراها ما كان لو وعد لو لو شابة هذي نتع الكهرباء هذي كاينا داروها بكري وكانوا وعدونا باش يبدلوها الناس كي وعدوهم كان يداروا شراءوا ليتين هنا باش يبنيوا ميلي حد الآن ما خلوهمش يبنيوا يقولوا لهم على هاد الشبكة لحد الآن ما زال ما بدلوهاش حتى فرحة السكان العجيجة بمشروع هذا الطريق المؤد الى قريتهم لم تكتمل فمدة انجازه طالت من البراش مو هادينت عن نخلة العجيجة فيها ستا كيلو ميت بدأوا العمل الاشغال بدأت فيها في سيبطومبر دوميل ديزناف قالوا الناعن كم تلت شهور ربعا شهور تكمل سيبطومبر دوميل فانتيا هو غادي يشرف يعني رانا قرابة العامين ما زال ما يكملوناش حتى البروميكوش باقي الناعن خمسمائة مترا منا للوديل تحت باقي حوالي خمسمائة مترا ما زال حتى البروميكوش ما داروهناش ما نهضرش على الدوزيام كوش هي احدى مناطق الضل بدائرة ندرومة سكانها ينتظرون التفاتة من السلطات ترجمة نانسي قنقر